من جهته شدد وزير الخارجية النمسوية على ضرورة أن لا تسيطر دولتنا بعينها على نهر النيل وخلال المؤتمر الصحفي أكد دعم بلاده لمصر في الحصول على حصتها في مياه نهر النيل وهنا فيما يخص سد النهضة بالطبع فإن تدفق النيل لا يخص فقط دولة واحدة بعينها وإنما الدول المطلة على نهر النيل بأكملها ولا يجب لدولة واحدة أن تحتل هذا نهر النيل أو مياه نهر النيل وتسيطر عليها من هنا نؤكد على حق مصر في الحصول على حصتها من مياه النيل بالطبع وهنا تقف النمسا كداعم لمصر في هذا الحق